اشتركوا في القناة ما يزيد على 500 مشارك من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين وخبراء الأعمال من مختلف القطاعات أرضية اقتصادية خصبة وسماء تزداد صفاء مع صفاء التشريعات والمبادرات الحكومية التي تزيد من حالة الانتعاش التي ما زالت تعيشها البحرين تجاريا على الرغم من بعض التحديات العالمية التي تلقي بظلالها بين الحين والآخر على سرعة تدفق الدم في عروق البدن الاقتصادي تعديدا إلا أن المرونة في طرح المقترحات المتكاملة والمشاريع المحفزة يؤطرها العمل المشترك بين جميع المجالات في المملكة جعلت من اقتصاد البحرين مستداما وقويا ومتينا بدرجة كبيرة واضح أن أهداف التنمية أو الاستدامة بشكل عام أصبح عنوان واسع الانتشار بحيث الآن أصبحت المؤسسات المصرفية والمالية تعتمد هذه الفكر والعلاقة الكبيرة مع تمويل المشاريع بحيث أن يتأكدون أن تمويل المشاريع أيضا يقع تحت آليات وأحت ضوابط تحت الشعار نحو اقتصاد المستدام أطل هذا المنتدى بمحاوره العديدة لتبادل الأفكار والمقترحات بين نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال والتي تدور في مجملها حول التوغل في مفاهيم الاستدامة الاقتصادية وأهميتها في تحقيق مستقبل اقتصادي شامل ومتنوع الموضوع يتسم بمو من البساطة ويحتاج جهود على جميع المستويات ويتطلب موازنة بين تحقيق الأهداف البيئية وأيضا تحقيق الأهداف التنموية مثل ما شاهدنا مؤخرا عبر إطلاق برنامج التعافي الاقتصادي اقتصاد السوق الواسع وفق مبدأ تحقيق الحد الأعلى الممكن من الأرباح على المدى القصير يستطيع حل المشكلات الإنسانية الكبيرة فقط عندما يتحرك ضمن حدود الحماية البيئية وهذه الحدود أو القواعد تتحكم بتطوير الاقتصاد والتقنية وتعطي الأمر للتوجهات العامة لمساندة مشروع التغيير الأفضل وصولا إلى الاقتصاد المستدام التغيير الفكري وكيف ممكن أن الشركات والإدارات والموظفين وحتى يعني الإيكو سيستم كامل أن يفكر بطريقة مختلفة بحيث أن أهمية التأثير على الطريقة التي نعيش فيها حياتنا كيف تتأثر على البيئة؟ ولماذا نحن لازم نكون مسؤولين أن نحدث التغيير اللازم في هذا المجال؟ الاستدامة بأبعادها المتنوعة والتي تأتي في مقدمتها البيئة والاقتصاد وكلهما صنوانان يتفرعان من أصل شجارة ثابتة يؤديان لبعضهما ذلك الدور التكاملي فإن صلحت البيئة استقام الاقتصاد وإن هذا الاقتصاد يكون قد أبقت البيئة على سلامة أجوائها وتهيئت لاحتضان مختلف القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها في نهضة أي دولة لتلفزيون البحرين محمد رشدت